مبنى وساحة صغيرة وخدمات شبه بداية هي كل ما يتشكل منه منفذ صرفيت الحدودي بمحافظة المهرة بين اليمن وسلطنة عمان كما أنه البوابة البرية الوحيدة التي لم تغلغ مطلقا أبوابها أمام حركة الدخول إلى البلاد والخروج منها منذ بداية الأزمة لعب هذا المنفذ دور كبير في ظل الأزمة اليمنية خاصة لما تبندت المنافذ الأخرى التي على أحداث السعودية مع بداية الأزمة تقريبا الممر الوحيد مع شحن باستقبال المسافرين وعملنا بكل جهدنا تقديم الخدمات الإنسانية التي تسير حركة المسافر ورغم تراكم الأعباء على كهل إدارة المنفذ جرأت زايد حركة المسافرين وانسحاب قوات الحماية إلا أنها نجحت في احتواء الوضع وتأمين المنفذ من أي اختراقات أو عمليات تهريب مقارنة بما شهدته منافذ أخرى المنفذ الذي افتتح عام 2000 كبوابة عبور للمسافرين بات مؤخرا يستقبل البضائع التجارية والأغذية التي يحتاجها سكان المناطق المجاورة بالنسبة لبضائع تكون بدرجة محدودة جدا جدا لما يلبي القرى المجاورة لحدود المنفذ وبالإضافة لصرفيت تمتلك محافظة المهرة وهي ثاني أكبر محافظات البلاد مساحة منفذا بريا آخر يربطها بسلطنة عمان وهو منفذ شحن المخصص لنقل البضائع والمركبة لكن السواد الأعظم من المسافرين عبر البوابة الشرقية يفضلون استخدام طريق منفذ صرفيت كونه الأكثر أمنا والأقصر من حيث المسافة يعد منفذ صرفيت أحد أهم منافذ المحافظة والجمهورية بشكل عام لكنه وكغيره من منافذ الجمهورية يعاني من التهميش وافتقاد الإنكانات محمد اليزيدي لقناة بلقيس الحدود اليمنية العمانية منفذ صرفيت